اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قالوا وما التقوى قال أن تعمل بطاعة على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله سبحانه وتعالى محتاجين من مسلم فعلا يكون مكتوب عليه صنعة في رمضان ربنا يرزقنا وإياكم التقوى يا رب العالمين فإحنا بنكمل مع بعض في أسباب النزول وما دوننا بنكلم في أسباب النزول يبقى لازم نتكلم أن فين الكرآن من حياتنا وفين ختمات الكرآن نهاردة 16 رمضان ربنا يتقبع مننا ومنكم صالح العمال أقسم لكم بالله من كام رمضان مش فاكر بالضبط 3 أو 4 كان مرة اتصلت بي أختي من دبي والله ما أنسى المكالمة دي وأقسمت لي بالله كنت أنا عندهم في محاضرات في الجائزة الدولية لكرآن الكريم في دبي في أول شهر رمضان وكانت هي حضرة المحاضرة أظن في أول يوم أو تاني يوم وبعدين أنا كنت اتكلمت على إن الإمام الشفعي رحمه الله رحمه الله رحمه الله الساعة كان بيختم كرآن في رمضان 60 مرة وكلام ده مش من نزج الخيال كان بيختم ختمة بالليل وختمة بالنهار فأقسمت لي بالله قالت لي والله العظيم ختمت الكرآن 26 مرة في رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى والأمر على فكرة وإن كان يبدو ظاهرا إنه صعب لأنه كما قارن النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا يسير على من يصره الله عز وجل عليه والله العظيم يا جماعة أي حاجة في الدنيا قد تبدو أنها صعبة لكن شوف ربنا بيقول ليه بيقول واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشين الصلاة إلا قوي قوي على ناس كتير قوي إلا على مين إلا على أهل الخشوع شوف بقى لما أحدهم يقول يعني ثابت البناني يقول كابتت الصلاة يعني صلاة قيام الليل عشرين سنة ثم تلذفت بها عشرين أخرى حتى إني لأدخل في الصلاة فأحمل وهم خروجي منها عايزة أخش في الصلاة وأخروجي منها أبدا شيء الهم أنه هيخرج من الصلاة بعد ثلاثة أربع ساعات هو من دائم الموضوع ده فإذن المسألة محتاجة بس إيه والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحصدين سبحانه وتعالى تعالوا نكلم عن سبب نزول الآية رقم 69 من سورة النساء الآية بتقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما الآية كما ورد في الحديث الحديث اللي أنا دائما بسميه حديث المحب ورد في الحديث الذي رواه طبراني في الصغير والأوسط بإسناد حسن أن رجلا صحابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله وأرجو بالله عليكم عزين كده نتعايش كده مع كلمات الحديث ده كلمات حقيبة قوي كلمات يعني إيه يعني أعرف كمة الحب مع كمة الزوء مع كمة يعني حاجات جميلة كده اختلطت كلها وبعضها بيقول له يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين شو بقى الكلمة وبدأها بيه بنفسه لأن الإنسان ممكن يقول والله أنا بحب زي ما حصلت أحسن مسيدنا عمر الخطاب وما كانش يقصد المعنى ده لكن هو بس فقط يعني لما سمع الآية والآية لم يذكر فيها ذكر النفس كل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيراتكم وأموال انك ترفتموها وتجارات من تخشونك سعداء ومساكن من ترضونها أحب إليكم من الله ورسولي وجهادهم في سبيل فتربصوا حتى يأتي الله بأمري والله لا يهدي القوم الفاسقين فالآية لم تذكر النفس فسيدنا عمر فكر أني يعني أنا أحب النبي على السلام أكثر من ولادي ومن أبوي ومن أمي لكن محبوش أكثر من نفسي لأن الآية لم تذكر النفس فقال له والله يا رسول الله سيدنا عمر الخطاب بيقول له كده في الحديث في البخاري عن عبد الله بن شان بيقول له والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين إلا من نفسي فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك فإنبع سنبي يوضح لنقطة مهمة جدا إن في حب طبع وفي حب اختيار إن أنا لما بحب نفسي ده حب طبع طبيعة على أن أنا أحب نفسي حب الاختيار إن أنا أحب غيري فالنبي أراد أن يقول له لا تكون لا يكتمل الإيمان في قلبك عمر حتى تجمع لي بين حب الطبع وحب الاختيار تحبني أكتر من نفسك ومن كل الناس اللي في الدنيا لأن أنا أولى من يحب بعد المولى عز وجل بل إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله سبحانه وتعالى ما يطع الرسول فقط أطاع الله واللي يحب النبي برضو يبقى حب ربنا سبحانه وتعالى لأنه هو ربنا اللي أمرك أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم فلما تحب النبي يبقى أنت بتطيع ربنا وبتحب ربنا سبحانه وتعالى قال له لا يا عمر حتى أكون أحب إليك يا نفسك فتبسوا عمر وقال الوقت بقى فيهم المقصود قال فوالله لأنت أحب إليه لأنا من نفسي يا رسول الله فالرجل ده جاي يقول كده بيقول له يا رسول الله والله بقى طبعا ده بقى كان وصل بقى إنه جمع بين حب الطبع والاختيار قال له والله يا رسول الله لأنت أحب إليه من نفسي وولدي ووالدي ومن الناس أجمعين عندي بقى مشكلة أحكيها لك بصراحة كده وأقولها لك كده يعني ايه على ورقة بيدة زي بيقوله قال وإني لأكونو في البيت ركزوا معي في المعنى ده درجة دمين لصحابي مش تابعين فبيقوله فإني لأكونو في البيت فأذكرك هو كان بينسا النبي محدش كان بينسا النبي عمر ما حد من الصحابة تقريبا نسي النبي أبدا قاله وإني لأكونو في البيت فأذكرك بيحصل له ايه في اللحظة دي بيحصل له حالة غريبة جدا بيقول فما أصبر مش قادر استنى هو قاعد مع زوجته مع أولاده بيأكل بيشرب بنام شوية بيلعب أولاده هو مش قادر يصبر على فراء النبي ولو ساعة واحدة ولو ربع ساعة وبعدين بيقوله فما أصبر حتى أتي فأنظر عليك الله لأنت لسه مصلي مع النبي يا إما الصبح يا إما الظهر يا إما العصر يا المغرب يا العشة يعني ممكن تكون مصلي المغرب وروحت البيت ساعة وهترجع تاني تصلي ليش بعد الساعة بيقول في الساعة دي أنا بتململ مش قادر مش طاي لازم أشوف النبي شوف الحب أدي اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقوله فما أصبر حتى آتي فأنظر عليك عفوا بيقوله فما أصبر حتى آتي فأنظر عليك الله أكبر بيقوله فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله يا سلام بيقوله أنا في الدنيا ما أنا لما في الدنيا هحتاج أشوفك كل اللي هعمله أني أنا هاجي أبص عليك وشوفك في المسجد ألاقيك خارج أقف معاك إنما في الآخرة في عندي مشكلة وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر عليك فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا ميت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة وأنا إذا ميت ودخلت الجنة شوف دخلت الجنة خلاص الحمد لله إيه دخلت الجنة بس في عند مشكلة اللي هي بقى الكبيرة بالنسبة له وأنا إذا ميت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك دي المشكلة باختصار بحبك أكتر من نفسي أكتر من أولادي أكتر من والدي ووالدتي أكتر من الدنيا كلها ولما بكون مشتقلك باجي أشوفك في الدنيا طب في الجنة أعمل إيه بقى لو مش فتك شيء فما أصبر حتى قاتي فانظر إليه لكن لما أجي في الآخرة بقى خايف أن أنت تبقى مع النبيين في أعلى درجة الجنة وأنا لو أستشوفك مش هشوفك فالنبي من فرط محبة هذا الرجل أو من فرط الكلام الجميل أوي أوي اللي قاله ده سكت النبي كأن النبي عسام اندهج من جمال الكلمات اللي قالها هذا الرجل فيأت الرده من عند المولى عز وجل ينزل جبريل عليه السلام بتلك الآية أو تلك بالآياتين دولة لتطلى إلى يوم القيامة سبحانه الملك فينزل قول المولى عز وجل ومن يطع الله ده مش خص بالصحابة ده بقى ده خصب أي واحد مسلم على وجه الأرض يعمل الله هيتقال ده هيتقال ده هيتقوم مع نبي في الجنة ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما شيء عجيب جدا جدا انك تلاقي إنسان حبه للنبي بيكتفي فقط عند مجرد مشاعر أحسيس بحب النبي بموت في النبي بدوب في النبي الناس بتقول كده إنما بتتبع النبي خبه لك مسألة مهمة جدا يعني إن الإنسان لما يكون بيحب حد بيسمع كلامه لما النبي يقول لك صلوا كما رأيتموني أصلي ما ينفعش إن أنا أخبط الصلاة كده وورقها في دقيقتين وقول أنا كده إيه صليت لا صلوا كما رأيتمون أصلي المثال الذي يكون أمامنا في كل شيء في أي عبادة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجل الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا قل إن كنتم تحبون الله إيه علامة المحبة دي فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله وفر ورحيم إذن لو أنا فعلا بحب ربنا أتبع النبي دي علامة من علامات حب ربنا سبحانه وتعالى بل أكبر علامة من علامات حب ربنا إن أنا أتبع النبي الذي أرسله المولى عز وجل وقال عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم وأنا بحب النبي وبشتق له صحبته ما ينفعش ما يكفيش إن أنا أقول أنا بحبه في حديث روى مسلم النبي على السلام فيه واحد كان بيخدمه خدمة كبيرة أوي اسمه ربيع بن مالك ربيع ده كان وظفته إنه يجهز للنبي ميته لدوء في الخمس صلوات كل صلوات من الخمس صلوات النبي يلاقي المية قدامه مين لمحضرها؟ ربيع بن مالك خلاص تخصص في موضوع دول ولقى النفس دول يخدم به النبي صلى الله عليه وسلم والحديث روى مسلم النبي عمره ما يسيب حد يعمل معه أي عمل إلا ما لازم يكفقه فرح مقابله وقال له سلني شئا يا ربيع اطلب لينت عايزه ربيع ده يا جماعة لما اديكم السي في بتاعته تعريب بتاعه ربيع ده عنده 17 سنة فخير جدا من أهل الصفة ما عندهش بيت ما عندهش زوجة ما عندهش أولاد ما عندهش فلوس ما عندهش لقماكل فالنبي بيقول له سلني شئا يا ربيع اطلب لينت عايزه لو واحد غير ربيع يقول له ايه والنبي عسام يقول له الكلام ده بيقول له الكلام ده بإن دعاء مستجاب في الوقت ده خلص أبواب السماء مفتحة فكان ممكن يقول له مثلا طب شاء أو عروس عايز يتجوز عايز شاء أو عايز عايز زي البنى أدمين وعمل لي راتب شهر من بيت من المسلمين عشان عارف عايش لكن الشاب ده تمحدد هدفه والدليل على ذلك انه لم يتلك يعني كان ممكن لو أنا مكانه مثلا أو حضرتك مكانه كان ممكن النبي يقول لي اطلب لينت عايزه اقول له طب ممكن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأذن لي بس يوم افكر واشوف ايه الاولويات في حياتي واطلب منك بكرة النبي كان يقول له ماشي قدامك شهر حتى ما فيش مشكلة انما هو في ساعتها الجواب حاضر مع ان السؤال كان مفاجأة هو ما كانش عامل حسابه على كده النبي مفاجأة خارج لقى ميت الوضوء والميت الوضوء على طول موجودة من شهور طويلة جدا كل يوم بيحضر له ميت الوضوء في الخمس سلوات فقال سنة شان يا ربيعة قال اسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله النبي حب يرجع قال اوى غير ذلك فكر كده انا شايف حالتك تعبانة وظروفك قال له هو ذاك يا رسول والله ما عايز حياة غير كده يا سلام شوف فقا لما يكون واحد في الظروف ديت والدنيا كلها قدامه يعني مفيش حاجة مش لقى لقمها كلها وشاب عايز تجوز وطولي 17 سنة لسه صغير لأ ده حضرتك فاكر ان هو لسه صغير ده هم زمان كان بيجوز عندهم 13 12 14 سنة كان يعني زمان ايام من امع السلام كان الدنيا غير كده خالص ممرة خبالك فقال له اسأله اهو غير ذلك قال هو ذاك يا رسول الله انه بمقالوش بقى عفارة معلك وكفاية كده حلو قوي ان انت تحبين ان شاء الله يكون معاه لا لا لازم يكون في عمل قال فاعني على نفسك بكثرة السجود لله فانك لا تسجد سجداتا لله الا رفعك الله بها درجة في الجنة الصلاة عماد الدين اساس اللي بيبين على الدين الدين ده ليه اركان خمسة اللي بسموها الاساسات يعني عميدة الاساس وفيه فرائد وفيه 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 حاجات كتير جدا مهمة جدا في حياتنا نازم ناخد باننا منها فحشان تبني القصص بتاعت الاسلام والقواعد بتاعت الاسلام بنية الاسلام على خمسة من ضمنها اقام الصلاة فيه حاجات تانية بقى بتبني بها بتكمل بقى الطوب الأحمر والمباني بقى والأعتاب واللسقف ووه الى غير ذلك من ضمن اللسقف المهمة جدا جدا اللي ممكن ما يتقبلش بيها الاعميدة دي يعني سخيل حضرتك اللي ممكن يرفض بها كل عمود مع عدد شهادتين بري الوالدين خيال حضرتك لان النبي عسلم بيقولك ما عند الطبران في الكبير بإسناد الحسن قال الوالد أوسط أبواب الجنة وفي رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لا فريضا ولا نافلة من ضمنهم العاق لوالدين تعالوا نكمل مع بعض سبب هذا النزول مع آية وحكاية ولكن بعد فاصل قصير صلى الله على حياتك نعيش بالولوغ مع كل آية نعرف المعنى وتدين الحكاية حكاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل قد ايه الانسان لما يشتاق لحد لابد ان يعمل المستحيل عشان يوصلوا عارف حضرتك لما تكون ليك ام واب بتحبهم يا رب يبارك في ابقكم امهادك يا رب العالمين وانت في بلد هما بلد انت في الصعيد مثلا هما في اسكندرية ونفسك تشوفهم عندك استعداد في عز الليل وفي عز الحر وفي عز في اي وقت ان انت تروح وتركب عربيتك وتسوق المسافة الكبيرة دي كلها لمجرب بس انك تروح وترم نفسك في حضنهم لانك بتحبهم طبعا لا يمكن يكون حب ابائنا وامهاتنا اغلى في قلوبنا من حب النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولديه ومن الناس اجمعين لا يكتمل حب النبي في قلوبنا ولا يكتمل ايماننا الا اذا كنا من حب النبي صلى الله عليه وسلم اكتر من ابائنا وامهاتنا وكل الناس اللي عايشين في الدنيا لكن الحب ده لازم ناخد بالنا من حاجة انه لازم يتحول من مجرد فقط مشاعر الى واقع والى تطبيق والى عمل والى عبادة والى اتباع اخذ بالك يعني تشوف لما نبع السلام في يوم من الايام يعني لقى واحد من الانصار والحديث لو احمد بسند جيد واحد من الانصار راح يشتكل النبي رغم النبي مسؤول عن الامة كلها وعن هداية البشرية وعن هداية الانص والجن مسؤول ان هو يبلغهم الدعوة طبعا الهداية بيد الله سبحانه وتعالى لكن نبع السلام الهداية التي يعني جعلت في عنقه وفي عنق كل انسان يدعو الى الله سبحانه وتعالى هي هداية الدلالة والارشاد اما هداية التوفيق والقبول هي من عند الله سبحانه وتعالى ولذا قال المولى عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي الى الصراط المستقيم اي هداية الدلالة والارشاد أما في الآية الأخرى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما يشاء هي هداية التوفيق والإثابة والقبول دي من عند المولى عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم رغم من شغاله إلا أنه لما جاله الصحابة ده بيشتكيله أن الجمل بتاعه بقى شارس جدا وده بنسبة له رأس ماله ده العربية النقل اللي بيحمل عليها البضايع بتاعته من كل البلاد عشان يقدر يتاجر واكل إيش هو أولاده فقال له يا رسول الله الجمل تعبني فراح النبي معه عشان يشوف الجمل عامل معه إيه صحابة خيفين على النبي لأن الجمل لما بيبقى شارس ممكن يعض وممكن يعور وممكن يقتر كمان فراح النبي معه عشان داخل وقال له يعني خيفين عليك قال لهم لا تخشوا عليك ما تخفوش فإذا به ينظر إلى الجمل ويشير إليه فالجمل يجيله في منظر عجيب جدا كنت أتمنى أن احنا نكون حاضرين ونشوف المنظر ده قدام عينينا منظر عجيب والله العظم حاجة لا تقتل على قلبه وشر الجمل بطبعه شارس جدا يعني ما واش أليف ولو لأن ربنا جعل خاصية في عين الجمل أنه هو بيشوفك بالطول ومش بالعرض يعني بيشوف الإنسان اللي طوله متر ونصه بيشوفه مثلا خمسة متر وبالتالي ما بيقدرش يهجمك بسهولة إنما لو شافك عن حجمك الحقيقة هيكلك ولذلك لقى طفل صغير عنده خمس ست سنين ولا عشر سنين بيقود الجمل بحبل ليه لأن الجمل ما هوش شيفه طفل شيفه حاجة كبيرة فشوف تقدير ربنا صحيح تعالى فالنبيع السلام داخل مجرد مشاول للجمل الجمل جاء وأناخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسجد للنبي كما جاء في رواية سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي بأذنه ووضع فما الجمل على أذن النبي والجمل يهمهم يعني بيشتكل النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب الجمل فقال رجل الأنصاري أنا يا رسول الله قال إن هذا الجمل يشكوك إلي بأنك تدئبه وتتعبه وتجيعه أنت بتتعبه جدا في الشغل وابتأكلوش فالرجل يعني طبعا من حياءه من النبي صلى الله عليه وسلم هو جايبه بيقوله الجمل بقى شارس الجمل بقى شارس والحياة الجمل أنت طول النهار عمال بتهلك فيه وابتأكلوش كمان فقال يا رسول الله لا جرم إكراما لك يا رسول الله لا ندئبه ولا نطيبه ولا نجيعه ولا يعمل لدينا أبدا يعني عاعدوا كده زي الباشا كده يأكل واشرف كده ويلوى الأناني ورايح العظمتين ومش هيعمل حاجة بعد النهار لكن الشيء في الموضوع من الجمل شوف مدى تعطل النبي صلى الله عليه وسلم شوف لما النبي عسلم في يوم الأيام يجي له رجل أعراب الحديث أيضا نروا أحمد بسند جيد يجي رجل أعراب لنبي عسلم فقال له نبي عسلم يقول له ألا تؤمن فقال لا أؤمن حتى أرى آية أشوف معجزة أأمن معاك فنظر النبي إلى شجرة اسمها النرجس شجرة النرجس دي شجرة ضخمة جدا جدا يعني وجدرها حاجة يعني إيه ما شاء الله فأشار النبي للشجرة تعالي فجاءت الشجرة كما ورد في الرواية جاءت خد بالك من اللفظ تخد الأرض خدا بالدال تخد الأرض خدا يعني تشك الأرض شقا شجرة مشي بجدرها عمالة بتشق في الأرض لحد ما وصلت لإلى النبي صلى الله عليه وسلم ومالة الشجرة تميل إزاي إذا كان هي أصلا خشب وخشب عريض جدا ومتين جدا كلها إرادة ربنا سبحانه وتعالى فمالت الشجرة وشهدت للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة ثلاث مرات نضقت شهادتين بثلاث مرات ثم أمرها النبي فعادت إلى مكانها تخد الأرض خدا فما كان من الأعربي لما رأى تلك الآية إلا أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن حتى الجمادات بتشعر بالنبي وبتحب النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما من شيء في السماوات وألا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصات الجن والإنس وهم صلوا وسلم وبارك على سيدنا محمد كان ابن مسعود والحديث روى مسلم كان يقول كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي الحصى نفسه عارف إن الإيد دي إيد النبي فكان لما تتحطى الحصوات قلت سبحان الله ومين اللي سامع خبالك مش النبي بيحكي لهم هم اللي سامعين بن مسعود بيقول كنا الصحابة كلهم كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي وفي رواية البخاري كنا نسمع صوت تسبيح الطعام اللقمة تتحط في إيد النبي تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى الجزع في رواية البخاري الجزع لما النبع السلام كانت بيخطب على جزع حتة من شجر كده كانت مقطوعة من شجر كانت موجودة قدام مسجد النبع السلام امرأة من الأنصار قالت له يا رسول الله أنا نصنع عليك منبرا أنا ابن نجار قال لها طيب خلاص صنعت له صنعت له عن منبر النبع السلام جي في الجمعة اللي بعدها طبعا لأنه بيخطب على المنبر وقساب الجزع جانبا فحن الجزع وبكى لفراق الذكر ولفراق النبي صلى الله عليه وسلم فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه نزل من على المنبر وقطع الخطبة واحتضن الجزع التزم الجزع يعني احتضن الجزع فسكت الجزع طبعا كان الجزع بيسمع له بكاء كصوت ناقة العشراء اللي هي في الشهر العاشر حامل وبتولد يعني وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر للجزع بكلمة قال إن شئت غرست فأضت أبها مما كنت لو حبتني غرست قدام المسجد اللي هي ترجع أحسن من الأول وإن شئت غرست في الجنة فيأكل منك المؤمنون فاختار الجزع أن يغرس في جنة الرحمن سبحانه وتعالى الشهد في الموضوع إنه مش مجرد حبه بس لا حبه تفاعل يعني الجماد تفاعل الحصواية تفاعلت فسبحت بحمد الله وهي في أيدي النبي اللقمة تفاعلت مع حبها لأنها مع سم وسبحت جب الأحد حب النبي والنبي حبه ولما النبي تلع فويه كما عند البخاري المسلم اهتز فرحا بالنبي وأصحابه فقال النبي أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهدان قبلك الجزع حنى وبكى لفراق النبي صلى الله عليه وسلم الجمل جهه وسجد للنبي مش مجرد حبه بس سجد للنبي صلى الله عليه وسلم الجمل يسجد لك فنحن أولى بالسجود لك من الجمل فقال لا إنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله ولو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها عليهم بإذن والشجرة تطيع وتيجي لحد أنه مش مجرد بس أنا بحبك أو أنا باشد لا جاي لحد عنده تخض الأرض خدا يعني تشقه الأرض شقا فمن باب أولى بقى أنت لما تعرف أن حبة النبي على السلام أصل من أصول الإيمان وأنها واجبة على كل مسلم وأن يعني ضعف إيمانك لنبي على السلام ده يقضح في إيمانك وتوحيدك لله سبحانه وتعالى فنبغي أن يتحول الحب ده إلى واقع عمل إلى عبادة إلى طاعة إلى اتباع إلى خدمة للمسلمين إلى خدمة لبلاد المسلمين أن أنت النهاردة شجرة بس أنا عايز أحكي لك حكايات للصحابة ده كان بيحبه وده كان بيبكي وده بيعمله ده لا 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 أنا عايز أقولك أن أنت بقى قعد ابحث في نفسك أو في قلبك وحضرتك ابحث في قلبك عن محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم دعنا بقى من الاختلافات والخلافات الموجودة الآن يعني بين الناس في أكتار الوطن العربي مش معنى أن حد صدم بحد أن معنى كده أنه يترك الطاعة مش معنى أن أنا ضد الطيار الفولاني أو ضد الطيار الإسلامي أقول يعني إيه طيار إسلامي ما كل مصر طيار إسلامي ليه بنسمي الملتحي طيار إسلامي وغير الملتحي طيار غير إسلامي ليه سبحان الله ما قد يكون اللي مش ملتحي ده أحسن مني أنا شخصيا ألف مليون مرة ويكون مقامه عند ربنا أحسن مني مليار مرة حد عارف مين اللي مقبول ومين اللي مرفوض فمش عايزين نقسم المجتمع لمجتمع إسلامي ومجتمع غير إسلامي كلنا مسلمين وكلنا موحدين وكلنا بيحب ربنا لكن بتختلف طبعا درجات الحب ده شيء طبيعي ده الأخين بيختلف الأخ يبقى أخه واخوه من أمه واحدة من أبه واحد وده إيمانياته عالي أو ده إيمانياته قليلة شوية وده عبدته عالي وهكذا بيبقى ده بر بأم أبوه ده عقب أم أبوه لتين أخوات بإذن المسألة هي مجرد تفاوت في درجات الإيمان لكن في النهاية كلنا مسلمين وكلنا موحدين وكلنا من أهل السنة وربنا يتقبل مننا ومنكم يا رب العالمين بس لازم بقى نقف وقف مع نفسنا الأخت الفاضلة ربنا يكرمها ويبارب فيها مش من بعد الثورة بقى نقول حرية حرية يعني معاناها برحتي بقى وبحد يشقولي أنت بتعملي إيه وبعدين تطلع إشاعي يقوله ده الجماعة السلفية بيقولوا أن لوحدة ماشية وغير حجاب هنعمل فيها مين قال الكلام ده مين قال الكلام ده ولا حد فين ياملك الكلام ده ولا الدين بيقول لنا كده أصلا الدين بيقول لنا اضعوا لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة حتى عند الجدال وجادلهم باللاتهي أحسن لكن سيبك بقى من كل اللي حواليك خليك مع ربنا خليك مع النبي صلى الله عليه وسلم بتحب ربنا بتحب النبي ربنا بيقول وما كان لمؤمنين ولا مؤمنتين إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم والنبي صلى الله عليه وسلم بيوصيك بالحجاب وربنا بيقول يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أيه عرفنا فلا يؤذين فبتحب النبي صلى الله عليه وسلم حول الحب ده مش مجرد عاطفه وننت هتبكي لما تسمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تسمع كلمتين عن حب الرسول تبكي يا حبيبي يا رسول الله حبيبي يا رسول ده عايزين نحولها إلى حجاب حبيبي يا رسول الله عايزين نحولها لطاعة للزوج في غير معصية الله حبيبي يا رسول الله عايزين نحولها إلى تربية الأولادك تربية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبي يا رسول الله عايزين نحولها للشاب بيصلي ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة عايزين نحولها لبر والدين رسولة أرحام لخدمة وطنها للتعاون للتآذل للحب في الله لدعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحولها إلى خدمة اليتامة والأرامل والمساكين وإن إحنا نشيل بعض ونكرم بعض ونخدم بعض ونخدم وطننا ونخدم ديننا عايزين نحاول محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم لحاجة تشرفنا لما نقابل النبي يوم القيامة على الحوض فيشربنا بإيضه شربة هنيئة مريئة لا نظم أبعدها أبدا ربنا يجمعنا وإياكم يا رب على حوض النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن شاء الله نرتقي غدا مع آية وحكاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى ريه وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته